بدأ الرئيس البرازيلية لولا دا سيلفا زيارته الرسمية إلى القاهرة التي يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين ويزور مقر جامعة الدول العربية خلال جولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا تتناول الجولة الأفريقية عدد من الموضوعات أبرزها مكافحة عدم المساواة والجوع وتحول الطاقة وتغير المناخ وأصلاح المؤسسات الدولية هذا فضلا عن توسيع التجارة بين البرازيل والدول الأفريقية وأيضا الحرب في قطاع غزة حيث يدعو دا سيلفا إلى إيجاد حل لبقاء دولة فلسطين حسب ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية